فقدان والأب أو الأم يعتبر أكبر الخسائر التي يمكن أن تحصل مع أي إنسان هو أصعب فقدان وأقوى ألم يتخيله الإنسان فيعاني الكثيرون من عدم القدرة على مواصلة الحياة ومدوات جراحهم قصتنا اليوم عن هذا الشاب الجزائري الذي ينام بجانب قبر أمه حزنا على وفاتها منذ سنتين نعم لمدة سنتين حيث أثارت هذه الصور التي تتابعونها في الشاشة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لهذا الشاب الجزائري الذي يدعى إسماعيل بالرابح وهو مستلق على بطنه بجوار قبر والدته هذه الصور لا قد تعاطفا كثيرا من المتابعين وهزت قلوب الجماهير داخل الوطن وخارجه حيث قال نشر هذه الصور أن المعني ينحدر من ولاية أدرار وقد دخل في حزن شديد وحالة هسترية منذ وفاة والدته أضاف أيضا نشر هذه الصور قال أنه ينم منذ سنتين هناك لا يردعه لا برد ولا شتاء ما أثر في قلوب الكثيرين ممن تفاعل مع معاناته وطلبوا بضرورة يتكفل به نفسيا إذن كما كنا نتابع في هذا الفيديو وبعد أن انتشرت قصة إسماعيل بشكل كبير في أنحاء الجزائر وخارجها ها هو إسماعيل بالرابح يبدأ رحلة علاجه رحلة علاجه حيث وجهت السلطات المحلية لولاية أدرار أمر من الوالي بتكليف مديريته صحب التكفل النفسي والطبي بحالته حيث تم تشخيص حالته وتقديم العلاجات الأولية وتكليف أيضا طبيب مختص لمتابعة حالة إسماعيل كما تتابعون في هذه الصور إذن تفاعل كبير وتعاطف مع حالة الشاب إسماعيل الذي نتمنى له الشفاء العاجل ونطلب الرحمة لولدته وجميع موت المسلمي جمعنا لكم هذه التعليقات حول هذا الموضوع لهذا الحساب الذي كتب ربي يفرج عليه حبيب كتب على الانستغرام أيضا الله أكبر فقدان الوالدة هو أعظم مصيبة أيضا محمد كتب وعلق على فقدان الأم الذي قال أنه صعب جدا وربي يكون في عون إسماعيل أيضا هذا الحساب أيضا هو ما أصعب فراق الوالدين اللهم ارحم أمه وجميع أمهات وأباء المسلمين ورزقهم وإيانا الفردو فالأعلى تعليق آخر لفارس الذي كتب أيضا وعلق حول هذا الموضوع فراق الأم ميكفيش توصف بكلمة صعيبة ما زال الشعور بعيد بزاف ربي يرحمهم وربي يصبروا بشيبرة لازم يحكيلوا لربي بزاف حكايات على حد قولها أيضا ممكن تعليق آخر لإيمان التي كتبت ربي يرحمها وينعمها ويربط على قلبه صبر جميل إن شاء الله يا رب العالمين أنتم أيضا مشاهدين يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشرق